السلام عليكم شباب راح نبدي ان شاء الله المحاضرة الثانية اللي هي بالسيشن الاول الانتروجشن تو احنا حتشينا قبل شوية عالمحاضرة الاولى وقلنا انه السيل هي عبارة عن السيل عن سايت بلازم محاطب السيل ممبرين وهذا السايت بلازم يحتوي على الارغانيز وكل الارغانيز لفيد وطيبة خاصة داخل هذه الخلية وقلنا هنا انه عندنا خلايا هي حقيقية النواة وبدائية النواة حتشينا عن الماكرو موليكولز الموجودة داخل الخلية ايضا نقلنا هناك السكريات وقلنا الامينو أسد اللي هي بروتيينز وصنفناه هسا نجي علينا الامينو أسد البروتيينز اصفناه اصفناه المقترب المحتوي من الأمينو أسد أمينو أسد محتوى امينو أسد مجموعة الـ NH2 و مجموعة الـ Hydrogen و ممكن تكون الـ R هي حسب تصنيف او حسب تسمية الـ Amino Acid إذن الـ R Groups are very in structural size and liquid-track charge it influences the solubility of the Amino Acid in water إذن حسب الـ R Group المرتبطة بالـ Carbon الـ Center Carbon هي اللي يتحدد للخصائص الإضافة او عدم الظروبان او تكوين أواصل الـ Hydrogen او الـ String of the Amino Acid إذن تحتمي تعليمًا على الـ R إذن الـ Alpha Carbon R is a Chiral Center إحنا نعرف إنه Chiral Center هي ذرة الكاربون المحاطة بأربع مجاميع مختلفة و الموجود داخل جسم الإنسان هو النوع الـ L وليس الـ D يعني فيه يكون قليل عكس الكاربوهدريت قبل ما خذناها قبل الفترة قلناكم الشائع الداخل الـ Biological System هو D sugars هنا الـ L Amino Acid الـ Cells are able to specifically synthesize the L Isomers الجسم للقدرة على تصنيع L Isomers of Amino Acid because the active site of enzymes are asymmetric causing the reactions they catalyze to be stereospecific إذا الـ Amino Acid residues any proteins are L Stereomer إذن هنا الـ L مثل الـ Aluminium L و D Aluminium شوكوا الاختلاق مالاتهم هنا مجموعة الـ Amino Acid مرة على الـ Right Hand و مرة بالLeft Hand و المخور الرئيسي هو يكون ثابت Classify Amino Acid according to the appropriate of their side chain تصنيفه على ضوء الـ Side Chain مالاته الـ R Group there are two different there are twenty different Amino Acids that are commonly formed in protein إحنا عدنا قلنا أكثر من تذمية حامض أميني لأن الموجود بالـ Biological System أو تصنيع البروتين هو 20 حامض أميني فقط Amino Acids are most commonly classified by the chemical nature of their R Group إذن تحتمد على أصيغة الأول إخواص الكيميائية الملد الـ R Group المرتبطة بالالفا كاربون The most common way to do this is classified them according to their tendency to interact with the water at the H7 إذن ممكنها تكون برالتي ممكن أن تكون أصيغة الأصيغة مع الـ Water Amino Acids can also be classified in other ways For example Amino Acids contain Benzine إذن تحتوى على الفنر رينج البنزي رينج Are described as aromatic whilst these dark black rings are aliphatic إذن اللي تحتوى على الرينج هي نسميها aliphatic مثل كاروسين والفنرانين والبقية نسميها aliphatic The side chains of some amino acids are charged بعضها تحمل شحنة بالـ BH7 and can be classified according to whether they are positively or negatively charged إذن هي بالـ BH العادي تحمل شحنة BH7 وممكن تكون هذه الشحنة صالبة أو موجبة Non-Bolar Aliphatic R Group Aliphatic and Non-Bolar The side chains of Alenine Vinyl and azoleucine tend to cluster together with proteins Stabilizing protein structure by means of hydrophobic interaction إذن هي افتكارها للمي متكون أواصر side chain لماذا؟ إذن نرجع هنا قلنا الـ Alenine ما هو الـ side chain ماته؟ مجموعة CH3 قلنا الـ Vinyl ما هو الـ side chain ماته؟ مجموعة CH CH3 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 A5 إذن بدأت تكبر عندي الـ side chain من CH3 CH3 أو H5 فبدأت هذه الشحنة Non-Bolar غير غطبية أو 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 غير غطبية الـ Proline أولا الـ وهو الـ Alenine أو أولا الـ Saturated وبعدها وقال الأولا الـ Cyclic و مجموعة الأمين أمين مرتبة ظا للـ Cyclic مجموعة الأمين مرتبة ظا للـ Cyclic الـ Secondary Aemino-Aemine Groups of Proline jeunes السوداء where we can press تقليم ملك المثال ميثيونين 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 نحن نعرف انه الوصيغة هنا الاكسجين نقول علي اثر بما انه الكبريت ضمن مدموعات الاكسجين هنا لا تشبيه الكبريت سيكون مثل الاثر مثل الثايو اثر مثل السيستيين لكنه مرتبط المجموعة وهي تحجب الالكترولات الموجودة على الكبريت انه تكون اواصل هيدروجينية مع الماء انه هو نون بلر ايضا لو نرجع للغلايسين هنا نشوف الهايدروجين كلش غريب كلش يصغير الهايدروجين الارماتيكي تريبتوفان والتيروسين وهذا التيروسين يستخدم في تكوين الهرمونات مثل هارمون الغدة 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 اللي هي تفرزنة T3 والT4 و و لتفرزنة T3 تفرزنة T3 الفن الألين هو من ضمن الأمين و أسد الممكن أن نأخذه باللغة الفن الألين يصنع من عنده تيروسين يصنع من عنده السيريتورين و الكثير من الكورمونات في الداخل الجسم الإنسان التيروسين و تركتوبان هم أكثر مبالبين أكثر من ألين لأنه يكون مباراة لأنه هنا ما بيه وهنا ما بيه وهنا ما بيه وهنا بيه وهنا ما بيه مدموعة آيمين موزة يكون أكثر قطرية من الغدة الانيلين. Hydroxyl group of tyrosine can be formed in hydrogen bonds and it is an important functional group in some enzyme. البولار انشارج. إذن هو قطبي بسميته على انشارج R groups. These amino acids contain functional groups that from hydrogen bonds with water. The polarity of serine and threonine is contributed by their hydroxyl groups that of cysteine by it is sulfa-hydrid groups for aspargine and glutamine by their amide group. إذن هو بولار لكن هو غير قطبي لو لاحظنا هناني. السيستيين هناني SH. هناني. هناني الOH موجودة بسرينين. هناني الاسpargine أيضا. والglutamine. البزيتيف للشارج. بيزيك. هناني بيزيك amino acid. R group. The amino acid in which the R groups have a significant positive. at BX7. إذن BX7 هو يحتوي على شحنة موجبش. تسمي هذا. هناني سميه البلزيك amino acid. إهنا نشوف اللايسين. الارجينين يحتوي أيضا عن شحنة. والهستادين. اللي يحتوي على نكثبة تشارج. إذن نكثبة تشارج يقلنا بالBX7. مثل من مثل الاسpargine. إذن نكثبة تشارج. يعني عنده يحتوي علامة المعتين الكاربوكسي. والغلوتاميت أيضا يحتوي علامة المعتين الكاربوكسي. لذلك يكون ذو شحنة سالبة. مثل. أكثر على الإشارة أو الشحنة الموجودة بالحامضة أكثر بمن بالBH. The acid-base properties of amino acid depends on their amino and carboxyl group attached to the alpha carbon. The basic acid or the functional groups represented by R. The pH of the medium and the physiological pH range اللي هو من سبعة وخمسة وخمسة group is a proteinated. It is called dipolar ions or ampholyte or zwitter. إذن تظهر الشحنة السالبة بالبيزيولوجيكال. هي تظهر الشحنة السالبة والموجبة. يعني المجموعة الكاربوكسية تفقد ايون الهايدروجين. ايون الهايدروجين سوف نذهب إلى مجموعة الأمين. تظهر الشحنة السالبة على مجموعة الكاربوكسية. وتظهر الشحنة الموجبة على مجموعة الأمين. وطبعا هذا التابل يبين أنه الـ BKA1 والBKA2 والBKA3 حسب لكل حامض أميني. وطبعا إذا رجل نطلع الآزوال الكتركبوينج نجمعهم مثلا إذا ثانيا نجمعهم من قسمه على ثانيا إذا ثانيا نجمعهم من قسمه على ثانيا ونشوف الآزوال الكتركبوينج اللي يفيدني العفوض. اللي يفيدني في فصل البروتيهات أو الأمينو أسيد. أمينو كاربوكسيد or R-groups donate protons when the pH of the medium is more than it is BKA. راح تبقى بعد ما يكون الـ pH أكبر من الـ BKA. At the low pH of amino acid it is cationic forms with both it is amino and carboxyl group are proteinated. إذا الـ NH3 plus راح تكون والكاربوكسيد راح يبقى COOHTH يعني بعد هنا هو الـ low pH هنا. الخفاظ بالـ buffer هو الـ pH مات قليلة معناها تركيز الـ Hydrogen جدا عالي. وين التركيز الـ Hydrogen يروح يرتبط مع الأيون السالب. وين الأيون السالب مثلا إذا صار عندي COO- راح يرتبط به يرجعها للحالة الطبيعية لـ COOHTH. ويروح للمجموعة الأمين لأنه عدها وفرة الإلكترونية في يظهر عليها الشحنة الموجبة. وهذا الـ pH rises عندما تركيز الـ pH معناها تركيز الـ Hydrogen جدا قليل. لذلك شو راح تظهر عليها الشحنة السالبة. كاربوكسيد راح تظهر عليها الشحنة السالبة. وهذا الـ D-Protenated resulting in the anionic form of molecule. الـ iso-alicidric point, PI . As the pH at which an amino acid is alicidrically neutral, that is in which the sum of positively charged equals the sum of negatively charged This is called polyglycine which has only two this is associable hydro genes one from the alpha carboxyl two in alpha amino group biological, is the average of pK1 and pK2. Aminoacid with ionizable r groups have additional ionic species depending on PH of the medium and the BKO of the R group. For Glutamic Acid, Acidic Amino Acid, Bi is the average of BK1 plus BKR. الهستادين أيضا إذا رجعنا للجنوار رحنا نحن نحسبه ونطلع عنه الازيواليكتريك بوينت. شو هاو كببتايد بوينت إحنا عدنا دائما تزيد نكون أصغر تفقد مئ جزائه ما. تريد تحلي الهايدروليسيس تضيف جزائه ما. لو نلاحظنا هنا حامضين 2 amino acid مرتبطة مع بعض هالبعض راح يشون ارتباط هنا واحدة تنطي الهايدروكسيد وواحدة تنطي الهايدروجين راح يصر عندي بيكتايد بونت. العراية تكون مجموعة الأمين وعراية راح تكون مجموعة الكاربوكسيد إذن بيكتايد بونت بيكتايد بوينت. بيكتايد بوينت. لا تكون مجموعة بيكتايد بونت. بيكتايد بونت. بيكتايد بوينت. شوف متقابا دائما. الهايدروجين مرتبطة بالنيتروجين مع الكاربوني. الأكسجين مرتبطة بالكاربون. راح يكون بوضع الترانس والهثي في وضع السيس. شون تسميتها مثلاً؟ بيبتايد are naming the beginning with the amino terminal residue which by conventions is placed at the left. For example يعني عدنا هذا السلسلة من الحوامض الأمينية كون البيبتايد شون نسميه مثلاً؟ سيرين أول أمينو أسل اثنين شو راح يصير عدنا سيرين؟ سيريل حذفنا الـ A-N ال-I-N-E وضفنا مكانه Y-L اليسين تحويجي الجلسير تايروسين تايروسين فقط الآخر وحامض الأميني يفضل كما كان إثن سيريل اليسير تايروسيل أليني اليوسين هذه أربعات حامض الأمينية متبطة مع بعض البعض أو 5 حامض الأميني الطريقة إثن البروتين اطلق سيرين بيبتايد breast الان ال� female الي白 ممكن نمتي الشرحه؟ اللي الان الحاجزت من الزوة البروتينات البروتينات يوجد 20 مت wellbeing وكانهarm داخل جسم الإنسان اذا إذن التكوين البروتينات داخل جسم الإنسان يجب أن يكون لدي قوية القوية موجودة من DNA غيرها ما راح يكون عندي أي بروتين وما راح يكون عندي تفاعل إذن الشفرة الوراثية تجينا عن طريق الـDNA The polyp peptide chains folded into complexes of high specific three-dimensional structures determined by the sequence of amino إذن عدي primary, secondary, tertiary, quaternary structures of protein The primary هو عبارة عن sequence of amino acid اللي جتنا عن طريق الشفرة الموجودة بالـDNA البقي спорт dic هي عبارة عن hydrogen bond, van der Baal, ionic interactions, hydrofork, hydrofilc هاي كل هاي راح يكوني اللي عاصلة الـاقتور form للпрuftين اللي هاي match structures The amino acids that make up proteins contribute to the folding of and functions of that protein the side change that of amino acid are more important in the polybibnide as they contribute to the chastin protein. Protein functions. شنو عمليات البروتين? Proteins play a critical role in virtual biological process. الي هو katalects , ميجنو cells , structure support , جهاز المناع يدخل اسم الإنسان هو عبارة عن إيون غلوبولي آيون تشنل سيل ممبرين موجود بها آيون تشنل يتعبر لي أو تسمح بمرور الآيونات رسبترات على السيل ممبرين كل المواد الذوب الذوب بالمي ووتر سولوبل لازم إلها رسبتر على جدار الخلية على متعرف عليها الخلية والليغانز والترانسبورتر ينقل الهيموغلوبين ينقل الأوكسجين والنوترين ووتفوز الداخل الخلية كسب لين كيف تحتوي على شحنات أضافية مستحيل يعني يعني ما تحتوي على شحنات أضافية مستحيل يعني هي عض زويتر أيون تحتوي على شحنات أضافية متعادلة نتشارج وزيرو لازمين الأسيديكت بروتين كان مي نيكتف لي تشارج أوينو أسيد أنت هارف لوب أزوري الحوامض البروتينات اللي تحتوي على يون الهايدوجين أو الحامضية نسميها الأزوريكتر ما لا تشبيهها راح تكون جدا قليلة البيزيك بروتين البروتينات القاعدية اللي تحتوي على حوامض أمينية هي قاعدية بالأصل راح تكون نيكت اللي تشارج عليها أو العفو البوزيتف اللي تشارج راح تظهر عليها أيضا تحتوي تحتوي على تكون الأزوريكتر مرة واحدة وأيضا على كاربوكسيد واحدة ممكن أنه يدوب بالبي اتش اللي موجودة بالبطرات شكرا لكم